بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمة من كلية الأداب تزوجت عرفياً من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام والذي لم يكن قادر مادياً على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها لأن مشكلتهما قد حلت حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معاً في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها لقد اختفى تماماً حتى أهله لا يعلمون مكانه الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحة باتت مؤكدة ماذا تفعل سلمة؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقاً وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاد لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى حتى لا تسأل عن الزوج أولي الأمر لذلك حاولت إجهاض نفسها من خلال الوصفات الشعبية فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامه على الزواج العرفي لقد أخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفياً وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الحاج ياسين رجل تقي أثناء عمله بالتدريس افتتح داراً لتحفيظ القرآن داخل قطعة أرض يملكها على أطراف القرية وبعد سنوات ذا عصيت القرية وأصبحت قرية نموذجية فخطط أحد أثرياء القرية لمشروع تجاري كبير وكانت العقبة الوحيدة هي وجود دار التحفيظ ضمن الأرض التي اشتراها من أصحابها وقد عرض على ياسين ثمناً كبيراً لشراء الدار وهدمها لتنفيذ مشروعه ولكن ياسين لم يوافق على البيع رغم تهديد ووعيد الثري له ظل الثري في حيرة حتى جاء إليه أحد أعوانه وأخبره أن بالمدينة المجاورة رجلاً من أبناء القرية اسمه حافظ يقوم بتزوير الأوراق والتوقيعات وأوصاه بالذهاب إليه لتزوير عقد بيع دار التحفيظ له ذهب الثري إلى حافظ فأحسن استقباله واستأذنه ليذهب لغرفة ابنه المريض ليطمئن عليه وسمع الثري زوجة حافظ تقول له اتق الله وكفاك مالاً حراماً هذا المال أتعسنا ويكاد يهلكنا جميعاً غضب حافظ من زوجته ثم خرج ليقابل الثري وعندما سمع اسم ياسين تصبب عرقاً وقال للثري هذا الرجل كان معلمي بالمدرسة وقام بتحفيظ القرآن وأوصاني بأشياء كثيرة نافعة لم أعمل بها وعملت بعكسها لأصبح ثرياً مثلك ولكنني خسرت كل شيء ثم قام بتزوير التوقيع وأخذ مبلغاً كبيراً من المال وبعد أيام وصل إلى ياسين دعوة من المحكمة بتسليم دار التحفيظ للثري بعد بيعها له مع إرفاق صورة من العقد وحددت المحكمة موعداً لحضوره والثري إليها وفي اليوم المحدد ذهب ياسين للمحكمة وأقسم أنه لم يبع للثري شيئاً وأن هذا التوقيع ليس توقيعه بينما أقسم الثري على صحة التوقيع وفي هذه الأثناء دخل حافظ وقرأ قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم قال للقاضي أعترف بأنني من قمت بتزوير توقيع أستاذ الفاضر ياسين وأخذت من هذا الثري ثمن هذا التزوير وإذ لم أكن أفعل هذا لفعله غيري وضاعت دار الرجل الطيب وأنا راض بأي حكم شرط أن تحاكم الثري أيضاً بعدما تسألوه كيف ربح أمواله في فترة قصيرة عاد الدار التحفيظ إلى ياسين وتم الحكم على الثري وعلى حافظ الذي أعلن توبته إلى الله والتخلص من كل مال حرام حصل عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير في عهد الفاروق عمر وصل إلى مسامعه أن جيوش الفرس المنهزمة أمام جند المسلمين كانت كلما أوشك المسلمون على أن يقضوا عليها يأتيها المدد وتستعيد قوتها مرة أخرى وكانت مدينة الأبولة من أهم المدن التي ترسل الأموال والرجال والسلاح إلى جيوش الفرس فرأى عمر بذكائه أن يفتح تلك المدينة ليقطع المدد عن جيوش الفرس ولكنه تذكر أن شباب المسلمين بل وشيوخهم قد خرجوا غزاة في سبيل الله فأراد عمر تعويض قلة الجند بقوة القائد وتقواه وذكائه فأخذ يبحث في قائمة الأطقياء الأقوياء وإذا به يجد صورته أمام عينيه إنه سابع سبعة أسلم في هذا الكون إنه الرامي الذي لا تخطئ له رمية عتبة بن غزوان فبعث إليه وأخبره بتلك المهمة الصعبة التي تحتاج إلى رجال يعرفون ربهم ليعوضهم بالنصر من عنده وعقد له الراية على ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا وطائفة قليلة من النساء وسار إليه عدد من الأعراب حتى أصبح العدد ستمائة ووقف الفاروق يوصي هذا الجيش وقائده قبلهم بتقوى الله كانت الأبلة مدينة حصينة وكان الفرس قد اتخذوها مخازين لأسلحتهم لكن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها على الرغم من قلة رجاله وسلاحه وكان لابد له من أن يستعمل ذكاءه حيث أعد للنساء رايات رفعها على أعواد الرماح وأمرهن أن يمشين بها خلف الجيش وقال لهن إذا نحن اقتربنا من المدينة فأثرنا التراب وراءنا حتى تملأن به الجو فلما اقتربوا من الأب التي خرج عليهم جند الفرس فرأوا إقدامهم عليهم ونظروا إلى الريات التي تعلوا وراءهم ووجدوا الغبار يملأ الجو خلفهم فقال بعضهم لبعض إنهم مقدمة العسكر وإن وراءهم جيشا كثير العدد والعدة يثير الغبار ونحن قلة دب الذعر في قلوب جنود الفرس فأخذوا يحملون ما خف وزنه وغلى ثمنه ويتسابقون إلى ركوب السفن الراسية في دجلة وينسحبون فدخل عتبة الأبولة دون أن يفقد أحدا من رجاله ثم فتح ما حولها من المدن وغنم غناء ما فاقت كل تقدير ومن بعدها أخذ الناس يسافرون إلى الأبولة بأعداد كثيرة رأى عتبة أن إقامة جنوده في المدن المفتوحة سوف تضعف من قوة عزائمهم على مواصلة الجهاد فكتب إلى عمر يستأذنه في بناء البصرة فأذن له عمر فخطط عتبة المدينة الجديدة وكان أول ما بناه مسجدها العظيم فمن أجل المسجد خرج هو وأصحابه غزاة في سبيل الله بعد أن عمر عتبة مدينة البصرة وبنى مسجدها العظيم أراد أن يغادر البلاد عائدا إلى المدينة هاربا من الإمارة لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء فمكث عتبة مكانه يصلي بالناس ويحكم بينهم بالعدل ويحارب الإسراف بكل قواه فلقد تسابق جنده على امتلاك الأرض وبناء البيوت فجمع الناس في المسجد وخطبهم قائلا أيها الناس أنتم منتقلون عن الدنيا إلى دار لا زوال فيها فانتقلوا إليها بخير أعمالكم والله لقد رأيتني مع رسول الله سابع سبعة وما لنا طعام إلا ورق الشجر وحاول الكثيرون أن يثيروا في نفسه الشعور بالإمارة وبما لها من حق خاصة في تلك البلاد التي تعود أهلها احترام المظاهر فكان يقول لهم إني أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيمة وعند الله صغيرا وجاء موسم الحج فاستخلف عتبة على البصرة أحد إخوانه وخرج حاجا ولما قضى حجه سافر إلى المدينة وطلب من أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة لكن عمر لم يعفه ولما لم يكن في وسع عتبة إلا الطاعة فقد استقبل ناقته ليركبها راجعا إلى البصرة واستقبل القبلة ورفع كفيه إلى السماء ودعا ربه عز وجل أن لا يرده إلى البصرة ولا إلى الإمارة أبدا واستجيب لدعائه إذ لم يبعد عن المدينة كثيرا حتى عثرت ناقته فوقع من فوقها صريعا وفاضت روحه لخالقها رضية بما أعطت وبما زهدت وعفت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا أجرا أجرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر